أهلا بكم مشاهدين في ثقافة وسط عالم مضطرب مليء بالصراعات والنزعات يبرز الفن كإحدى الوسائل للتعبير عن المأساة الذين يعانون في صمت من هول الظلم الذي يقع عليهم والعالم يحتفي باليوم العالمي للطفولة نتوقف عند مأساة الطفل الفلسطيني وكيف ينظر الفن إليها وتناول أبعادها المختلفة في ظل ارتفاع عدد الشهداء الأطفال والوضع الصحي الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون وخاصة الأطفال منهما مشاهدين أطفال فلسطين لديهم تجربة حياة مختلفة تماما عن سائر أطفال العالم في ثقافة اليوم نتساءل كيف عكست الفنون هذا الواقع الأليم لهذه الفئة البريئة ولمناقشة الموضوع أرحب عبر خدمة سكايب بمديرة مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي ريناد قباج أهلا وسهلا بك معنا مرحبا للجميع شكرا لهذه الاستضافة ولهذا الكرم ليس فقط من خلال هذا اللقاء الإلكتروني وإنما أيضا من خلال التضامن من شعب الجزائر إلى شعب فلسطين هذا يعني الكثير لأطفال فلسطين ولشعب فلسطين فشكرا له كل هذا التضامن وهذا الصوت الواحد وهذا القضية الوحدي فمعكم فعلا نشعر قضيتنا قضيتكم أيضا شكرا ريناد بداية ماذا يعني أن تلد في فلسطين تحت احتلال كيان لا خطوط حمر له لا شك ضرف الإبادة والعدوان الأخير أنه فاق كل التصورات الإنسانية وكل الحقوق اللي العالم ممكن يتحدث عنها وموضوع الإبادة الأخيرة ويمكن من هذه الأونية البسيطة اللي بلشنا فيها كيف الأطفال بيحكوا عن موضوع الأمكنة وكيف أنهم خسروا وكل الأمكنة الحاصة فيهم فلم يعد هناك مأوى للأطفال لا بيت ولا مدرسة ولا مستشفى ولا شارع فكل البنية التحتية للحضارة لم تعد موجودة وخلال فترة الإبادة وما قبل الإبادة الأطفال كانوا يعانون من صدمات نفسية هائلة وكان على الأقل ما قبل العدوان الأخير كان 53% من أطفالنا يعانون من صدمات نفسية وخلال الإبادة طبعا أصبح جميع المجتمع وجميع الأطفال بنسبة 100% هم ضحايا لصدمات نفسية هائلة وكمان كيف نحن نشوف أن أطفالنا للأسف خلال فترة الإبادة على الأقل استشهد 16 ألف طفل على الأقل منهم 6 650 طفل كانوا يرتدون المدرسة فبالتالي الخسرات هائلة وكبيرة بالذات النفسية والمعنوية على المجتمع ككل خسرات كبيرة ريناد والحرب مازالت مستمرة والقصف أيضا واستهداف المدنيين واستهداف هذه الفئة البريئة أيضا مستمر هذا الواقع المرير الذي يعيشه الطفل الفلسطيني والعالم ككل يحتفي بألعابه يوميا وخاصة لليوم بمناسبة عيد الطفولة ويوم الطفل أيضا الفن هل استطاع أن يعكس معاناة الطفل الفلسطيني؟ هل ترجم هذه المعاناة في أعماله؟ لا شك أن الترجمات للواقع موجودة ووضحة كثير فمثلا في مؤسسة التامر للتعليم المجتمعي لما نشارك الأطفال ونطلب منهم أنهم يكتبوا أو يرسموا مثلا شكنا الأغنية الأغنية التي سمعناها هي من إنتاجهم وبالتالي في موضوع البيت بالنسبة لهم المفقود والألعاب والأمان فالأطفال تماما هم وعيين لما يجري حولهم وبالتالي قد يش مهم أن يصير في حوارات حول ما يجري حولهم أنهم يكتبوا عن ما يجري حولهم أن يرسموا يعني مثلا مصاري العودة من خلال الفن أنه هذه واحدة من الأنشطة التي هلأ أن نعملها بغزة مقدش مهم الطفل أن يحافظ على حلمه بأنه سيرجع لبيته وبالتالي مهم أنه يفكر بيعودته لبيته في غزة متخيل ما بعد العدوان وما بعد الإبادة فهذا بالنسبة لإلنا من خلال الأنشطة نحفر أو نحاول قدر الإمكان أنه نحاول نسعى مع هذا الطفل للحفاظ على حلمه على حلمه بالعودة لبيته وأنه الخيم هي شيء مؤقت ومركز الإيواء شيء مؤقت وهذا الحلم طبعا بيكون مبني على واقع أنه فيما بعد أنه نسعى جاهدين من خلال المجتمع ككل بأنه نلقى طرقنا ونلقى الإرادة تبعتنا بالعودة لبيوتنا ولا شك يمكن خلال الصدمة اللي هلأ بتعرضوا لإلها ما منقدر نحكي عن تعافي بس منقدر نحكي عن قدش مهم هذه الأنشطة الفنية إذا كانت رسم، إذا كانت كتابة، إذا كانت مصرحة أو إذا كانت أغنية قدش مهم أنها تظلها موجودة وأنهم يكونوا منتجين للمعرفة وأن تكون أيضا متنفس لهم ريناد هذا الأمر وهذه الإنتاجات التي تعملونها على مستوى مؤسسة تامر هناك أيضا إنتاجات سينمائية سابقة وأفلام ربما واثقة هذه التجربة محمد المغني آخر مرة في مهرجان عن نابا أيضا كان له فيلم ابن شوارع الذي وثق أيضا هذه الرحلة الصعبة بالنسبة للفلسطينيين الذين لا يملكون هوية أيضا هناك فيلم حول الأطفال الصم دبدبات في غزة هناك أفلام وثقة الأردنية أيضا دارين سلام من خلال فيلم فرحة يعني إلى أي درجة أن تكون هذه الفنون بمثابة وثيقة وأن توثق ما يعيشه الطفل الفلسطيني سواء خلال هذه الحرب أو في الحروب السابقة وكم هي كثيرة للأسف صحيح صحيح فعلا هذا التوثيق إذا كان من خلال خبراء بالصناعة الفيلم أو حتى من الأطفال لأنه يمكن إحنا في أساس التامر قداش منركز على صوت الطفل فمثلا الأطفال بعملوا أفلام نتيجة لهذا الوضع الحالي اللي بعيشوا الأطفال بكتبوا ويمكن هذا ما يميز عملنا بأنه صوت الطفل أنه يكون موجوده رؤيته للحالي والواقع السياسي والوطني والميداني اللي منعيشه كمان هو موجود من خلال الطفل فحتى بكتباتهم من حاول ما نأثر عليها أنه قداش نوفر مساحات قدر الإمكان هي آمنة أنهم يكتبوا يعني مثلا واحد من بالإضافة إلى هذه الأغنية في الأطفال فعلا هم مندهشين لوجود الكرة والوجود الحمار بهذه الكثافة بغزة اللي ما كانوا متعودين عليها فبالتالي أنه هم واعيين أنه فيه تغييرات فهم مثلا صاروا مهتمين بوضع الحمار وبوجوده بثقافتهم اليومية فكتير معنيين إحنا أنه كمان صوت الطفل ممكن آخرين بصناعة الفيلم أنهم ياخدوا صوت الطفل يحاولوا لعمعارضة حاولوا لا أفلام أو مصرح أو 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 وهاي فعلا هي تجاربنا مع المؤسسات الأخرى اللي موجودة بفلسطين كيف أنه نصوص من كتبات اليافعين من كتبات الفتيان والفتيات تتحولت لأعمال مسرحية حتى الأطفال نفسهم مرات من الكصص بيحاولوا ياخدوا نصوص ويعيدوا مسرحتها أنه هلأ الأطفال مثلا هم منخرطين بأنهم يعملوا موسوعة الإبادة وبالتالي الحياة اليومية تبعتهم أنهم يوثقوها أنهم يسجلوها حتى الألف باقي أنه منعرفها إحنا فلسطينيا أو دار الفتي مثلا كانوا جزء من المساهمة ببناءها هلأ منرجع نبنيها من منظور إلو علاقة بالإبادة أنه كيف النون مثلا هلأ هي نزوح وكيف الألف هي هلأ يعني تربطون رحلة التعليم بالقضية دوما لكي يستوعب الطفل وهو يتعلم أيضا لما تحدثت عن هذه الفكرة أيضا كانت هناك مسرح الحارة أيضا وثق ربما قصص هؤلاء الأطفال الذين استشهدوا من خلال فيديوهات لهم بأصوات شعراء وأيضا فنانين أيضا هناك مسرح عشتار كان قدم مونولوج غزة يعني بالنسبة لهؤلاء الأطفال هنا أريد أن أسألك ما أهمية هذه الفنون وتطرقها لقضية الفلسطينيين وبالتحديد الأطفال في إيصال الرسالة للآخر للإديولوجية الأخرى ربما الذي يؤمن بأفكار أخرى نتيجة الأجندة الصهيونية التي يروج لها على مستويات عدة طبعا الفنون هو أداة قوية جدا الأطفال بتكون بالنسبة لهم قريبة من القلب وبتحاكي إنسانيتهم فقوتها هي بإنسانيتها وبعفويتها أنهم أكيد ما بدهم يكونوا أي نشرة إخبارية ولا أنهم بدهم يكونوا بمقابلات رسمية أنهم بكل عفوية وبكل صدق بعبروا عن مشاعرهم فمثلا المنالوغ اللي ذكرتيه مع عشتار أنه كانوا الفتيان والفتيات بالفرق الشبابي الخاصة بالكتاب لمؤسسة تامر جزء من هذا المصار في كتابة المنالوغ وبعدين المنالوغ تحول لعمل مسرحي كيف إنه هلأ الشبابنا داخل مراكز الإيواء حتى من المعلبات المحل القاسي هذا بيحاولوا أنه يدخلوا وينخرطوا بفعل ثقافي اللي من خلاله بيشكل إنتاج واللي هو بطريقة أخرى بيحاكي مشاعرهم بيحاكي مخاوفهم بيحاكي ذاتهم وبحاكي المجتمع ككل من هذا المحل الإنساني من هذا المحل القريب واللي بالتالي ممكن أنه يترجم ويوصل إلى محلات كتير بالعالم ويمكن إحنا من الناس اللي بلشوا يعملوا معنا مقابلات من العالم الغربي كيف كان خطابهم بالبداية وكيف هلأ صار خطابهم اللي مليان تضامن من خلال هذه المسيرة ومن خلال أنه يشوفوا التجارب الإنسانية والصعوبات والقهر والإبادة اللي بعيشها المجتمع ككل وبالتالي لما كمان بيكون في هذا صوت الطفل أو صوت الفتيان والفتيات قدشه صوت صادق لا يتحدث السياسي وإنما يتحدث الحياة اليومية يتحدثها بكل صدق وبكل عفوية فلابد من اختراق أي أجندات صهيونية من أي أجندات كان فيها تغييب للواقع اللي بعيش الفلسطيني تحت الاحتلال خلال كل هذه السنوات ريناد أنتم في مؤسسة تامر تعملون أيضا على تشبيك العلاقات بين المبدعين وأيضا الأطفال ما أهمية هذا الأمر وبقاء جسر التواصل فيما بينهما فعلا هلأ إحنا بتامر بنشتغل على الأقل بمئة مركز إيواء في غزة وبالتالي موضوع الفنون زي ما إحنا شايفين من السور اللي بتشاركونا فيها هذا كل الشغل هو مجهود كبير بالشراكة مع الفنانين بكل القطاعات إذا هي مسرح أو إذا هي أغاني أو إذا هي كتابة لأن الأطفال يعني إحنا منعتبره هلأ أو منسميها أنشطة تفاعلية أو أنشطة فنية حتى موضوعة التعليم إنه ما منذكره لأنه قد يجدهن الطفل مرهق قد يجدهن الطفل هلأ أشياء خفيفة ما بقدر يفكر كتير نتيجة هذا الوضع فأي شيء نقدم له إياه من محل خفيف ومن محل بإنس قلبه ولو قليلا في ظل هذا العدوان فبالتالي كل شراكتنا بالميدان هي مع فنانين ففي عنا على الأقل مئة شخص موجود بالميدان بمراكز الإيواء اللي بيشتغل مع الأطفال وقدش الأطفال مثلا هم بحاجة لهذه الأنشطة بحاجة لليقظة لا الذهن تبعهم لأنه بكل بساطة فقل الحال اللي بيعيشوها يعني هيك بتخلي الطفل في حيرة بتخلي الطفل في حال التوهن لا يستوعب ما يشاهده من هول ما يحدث فعلا شكرا جزيلا لك ريناد قبج مديرة مؤسسة تامر إذن كنت معنا مؤسسة تامر لتعليم المجتمع كنت معنا من رمالله شكرا جزيلا لك شكرا لكم مشاهدين وبمقولة غسان كنفاني نختم معكم اليوم ثقافة والتي يقول فيها ليت الأطفال لا يمتون ليتهم يرفعون إلى السماء مؤقتا ريثما تنتهي الحرب ثم يعودون إلى بيوتهم آمنين وحين يسألهم الأهل محتارين أين كنتم؟ يقولون فرحين كنا نلعب مع النجوم إلى اللقاء